انضم إلينا الآن الكاتب والباحث السياسي علي رضاء الحسن من طهران أهلا بك معنا سيد علي إذن قرار الرد الإيراني تخذ وإيران تصر عليه لماذا إذن كل هذه التحركات الدبلوماسية؟ لماذا الانتظار؟ تحية لكم ولمشاهدين الكرام طبعا كل هذه التحركات الدبلوماسية تأتي بدفع من الولايات المتحدة الأمريكية ولحماية إسرائيل إسرائيل هي أرادت أن تعيد زمام المبادرة إلى يديها وأن تكون هي المسيطرة على الحرب والسلم في هذه المنطقة وتريد أن تقوم بمهاجمة هذا الفريق وذاك الفريق وبدون أي رد عليها فكل التحركات الدبلوماسية التي نشهدها حاليا وشهدتها إيران وكل الإغراءات الأمريكية والأوروبية التي طرحت على إيران بأنها سوف تتم إعادة إيران إلى المجتمع الدولي ويتم رفع العقوبات عن إيران في حال لم ترد على الاعتداء الإسرائيلي لكن إيران لم تقبل بهذا الأمر وأصرت على هذه العملية وعلى الرد إيران أصرت على الرد لأنها في العملية السابقة قامت إيران برد يمكن أن اعتباره رمزي لإسرائيل ولكن إسرائيل لم ترتدع فإيران الآن سترد على هذه الحماقة الإسرائيلية لكي لا تتكرر مرة أخرى ولذلك نرى بأن إيران تريد أن ترفع من صقف القوة ومن صقف العداء لإسرائيل ومن صقف الضربة لإسرائيل لكي يعم الهدوء في المنطقة يعني أن الوعد بالرد الآن سيختلف عن الوعد الصادق طبعا سوف يختلف وسوف يكون أليم لإسرائيل إذا جاءت هناك انتظار أو هناك البعض يتسرع يريد أن تقوم إيران بعملية رد سريعة على إسرائيل ولكن إيران تتأنى في ردها وتأخذ وقتها وهي سوف ترد على توقيتها وليس على توقيت نتنياه فإيران الآن تستفيد من الحالة حالة عدم المباشرة في الرد بإيجاد حالة إيرباك في الداخل الكيان الصيوني وحالة تضعضع وحرب نفسية تشنها بكل ما للكلمة من معنى فالكيان الصيوني الآن كل المستوطنين وكل سكانه يعيشون في قلق حركة الملاحة الجوية حركة السياحة الاقتصاد كل شيء في إسرائيل الآن متوقف والكل ينتظر الرد وإيران يعيش الإسرائيليون على هذا القلق وإيران تستلذ بالقلق الإسرائيلي وسوف ترد في الزمان الذي تراه مناسبا وبالكيفية التي تراه مناسبا ولكن إسرائيل المعروف عنها أنها لا تستمتع بهذا القلق ولا تريد أن تكون رهينة التهديدات الإيرانية ماذا لو قامت بضربة استباقية؟ عادي هذه حرب بيننا وبين إسرائيل إذا قامت بضربة استباقية إيران سوف ترد صعصعين يعني إيران مصممة على الحرب وإيران بعثت الرسائل إلى الإسرائيل وإلى الأمريكي بأنها مصرة وحتى لو أدت إلى حرب إقليمية إيران تعرف بأن الولايات المتحدة الأمريكية لا تهاجم أي بلد إلا بعد نزع صلاعه فعندما هاجمت الولايات المتحدة الأمريكية العراق جاء بعد نزع كافة أسلحة العراق عندما هاجمت أفغانستان لم يكن هناك أي جيش ولكن إيران لديها ما يكفي من الصواريخ لأدفاع عن نفسها ولكي تؤذي العدو الانتشار الأمريكي في المنطقة يعتبر أهداف سهلة لإيران إذا تدخلت الولايات المتحدة الأمريكية وأيضا الكيانة الصيونية الآن الذي يتألم من الضربات التي يواجهها المحور وخاصة في الشمال فما بلك إذا كانت كافة المحاور أو كافة أفراد أو عناصر المحاور تقوم بهجمة واحدة على إسرائيل وأعتقد بأن إسرائيل ستكون مربكة طبعا إسرائيل لا تريد أن تقوم رهينة القلق وإيران تسلذ برؤية إسرائيل رهينة القلق وهي قلكة جدا في الأثناء الولايات المتحدة لا تحرك عذرا على المقاطع ولكن في الأثناء إيران تستلذ بقلق إسرائيل وإسرائيل تنتظر رد الإيراني وفي الأثناء الولايات المتحدة الأمريكية تتجهز وتتحضر لدفاع عن إسرائيل بالشكل الذي تراه كافيا تحرك بوارجها تعيد تموضها في المنطقة تحسب إيران حسابات هذا الدعم الأمريكي؟ نعم نحن عندنا من العام 1982 عند الشيح الإسرائيلي إلى لبنان يعني هذه الواقعة تدرس ما زالت فيها الجامعات وحتى في إيران في بعض المعاهد تدرس هذه الواقعة يعني عندما دخلت إسرائيل إلى بيروت وجاءت نيوجيرسي على السواحل اللبنانية وباتت تقصف بيروت والضحية الجنوبية وأغلب المناطق اللبنانية التي كانت فيها المقاومة فكتب أحد الأشخاص بأنه أين رب المصدعفين من نيوجيرسي فجاء الرد من المقاومة في ذلك الوقت بتفجير مقر المريز ومقتل 241 جنديا أمريكيا مما أدى إلى اندحار نيوجيرسي عن بيروت وهذه الواقعة وتعرفها الولايات المتحدة الأمريكية ودرستها دائما فلكل عمل هناك ردة فعل وهناك لكل سلاح هناك ومقاومة خاصة به هذه الحرب الموجودة شنت علينا ويجب أن ندافع عن أنفسنا إذا تركنا الإسرائيلي يستبيح حرماتنا وسيادتنا ولم نرد عليه فسوف يكرر هذا مرارا وتكرارا فمن الأفضل أن يتم وضع حد لنتنياهو وبدل من أن يأتي الأولوبيون والأمريكيون إلى إيران ويطلبون منها أن لا ترد عليهم أن يلجم نتنياهو عن القيام بهذه الأعمار الشريرة هذا الرئيس الوزراء المصاص الدماء كل يوم يقوم بمجازر في غزة ولا يوجد أي تحرك دولي لإيقافه علينا نحن الشعوب أن نوقف هذه الاعتداد بكل موطنة من قوة طيب سيد الحسني رد تريده إيران مؤلما لإسرائيل دون الإنزلاق نحو حرب موسعة كيف تحسب هذه المعادلة؟ هذه معادلة صعبة ولكن أنا أعتقد بأن الإيراني وحتى اللبناني حزب الله وأنصار الله سوف لن يقوم بهجمات على التجمعات السكنية إنما سوف يكون أعتقد هذا حسب تصوري ومتابعتي لبعض المسائل أعتقد بأن هناك هجوم على القواعد العسكرية وخاصة المطارات العسكرية التي تنطلق منها الطائرات الـ F-35 وF-16 لضرب المناطق مختلفة والقواعد العسكرية المهمة وحتى إذا لزم الأمر بعض المناطق الحيوية الحساسة لقطع شريانات الكيان الصيوني مع الخارج حتى الآن لا يوجد أي صواريخ تنطلق من إيران ولكن مطار بن جريون معطل نصف الإسرائيليين خارج إسرائيل والبعض يريد أن يهرب من إسرائيل ولا يمكن أن يخرج فما بالك إذا كانت هناك حرب يعني بدون حرب تم شل إسرائيل فما بالك بحرب وضرب وقصف عليهم نحن الشعوب العربية نحن الشعوب الإسلامية هنا في المنطقة هذه الأرض أرضنا ولكن هؤلاء الذين أتوا إلى فلسطين المحتلة هم ليست الأرض أرضهم وهم دائما عندهم حنين إلى وطنهم فليعودوا ويتركوا هذه البلاد والأرض لأصحابها الأصليين شكرا جزيلا لك الكاتب والبحث السياسي عاري رضار الحسن كنت معنا من طهران شكرا جزيلا لك